بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات طالبات وطلاب مغرر بحوث الأعمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله هتكلم عن البقية الخطوات الرابعة والخامسة فيما يتعلق بخطوات البحث التي بدأناها في المحاضرة السابقة وهذا طبعا مزيد من التفصيل في الجزئية دي ممكن ترجع الكتاب اللي هو من صفحة 135 إلى 168 طيب حنتناول إن شاء الله اليوم اللي هو الكلام عن إطار النظري ده جزء مهم جدا من الخطوات الأساسية بعد ما خلصنا المراحل الأولى من تحديد مشكلة وجمع بيانات مبدئية وكذا ونفس الشيحة حنتناول الحديث بالتفصيل عن المتغيرات اللي هي في أنواع من المتغيرات حنتعلمها سواء كمتغير ثابت أو متغير يعني بوسيط أو وما إلى ذلك نفس الشيء من الأشياء المهمة جدا مفروض نتعلمه ونعرفه اللي هي تنمية الفروض اللي هي الأول development of hypothesis اللي هي صياغة الفروض العلمية وبالتالي الهدف الأساسي للمحاضرة هو يعني المام الطالب بالإطار النظري وهمته ووصف المتغيرات وأنواع وتبيين أهمية بالأمثلة نأخذ أمثلة على هذه الأشياء حسب ما موجوده الكتاب وتنمية الفروض العلمية حتى يستطيع الطالب النشن يبني البحث العلمي بطريقة جيدة طيب المرة فاتحنا قلنا الخطوات الثلاثة الأولى اللي هي الملاحظة وجمع المبدأ البيانات بالإضافة للتعريف المشكلة بعد ذلك حنجل اللي هي الجزئية الرابعة والخامسة اللي هي بناء الإطار النظري وتحديد المتغيرات اللي هي احنا ذكرناها واستنباط الفروض الخاصة بالدراسة في ليتر حنجل نأخذ اللي هي بقية هذه الخطوات طيب المراحل الذكرنا طبعا المرحلة الأساسية فيما يتعلق بهذه الجزئية اللي هي بعد أن يقوم الباحث أو المدير بتعريف المشكلة وجمع المعلومات الأساسية والبيانات الأولية على المشكلة وتأكد من ملاحظته لهذه المتغيرات يبدأ في تحديد الإطار النظري ومعرفة المتغيرات المفروض يقوم بها في الدراسة وتنمية فروض علمية فالإطار النظري اللي هو البعد احنا هنعرفه البعد أو العلاقات التي تربط العوامل التي تشكل نعتبرها أسباب للمشكلة فدي كلها احنا بنرجع لشنو للتريتشا أو للأدبيات حتى يعني يمكن تقرأ في مثلا على سبيل المثال أسباب زيادة الإنتاجية أو أسباب تذني الإنتاجية فتجد مجموعة من الأطور النظرية ذكروا مجموعة من الأسباب على ضوة ربما أنت تكون كونت إطار محدد لكي تغطيه تغطية نظرية مثلا تقول ما المقصود بالإنتاج وما المقصود بأسباب تذني الإنتاج وما هي أسباب تذني الإنتاج حسب ما تم ذكرها ولأنه كلها بتم توثيقة إذا أنت عايز تكتب ورقة علمية أما إذا أنت عايز تفهمها مجرد الفهم له لا بد أن ترجع وتشوف الدوريات العلمية والمجلات تكلمت عن هذه الجزئية بأي شكل فيناقش الإطار النظر للعلاقات المتبادلة بين العوامل التي تعتبر متكاملة مع حركية الحالة التي تنفحصها وأيضا تساعد هذه العملية على افتراض واختبار علاقات معينة مثلا وجود نظام جيد للمكافآت يحسن كذا وجود نظام غير جيد يعني نحن نشوف هذه العلاقات ونوضحها ونفهمها وبالتالي شكلها بيكون في ذهنك يعني مثلا هذا يؤدي إلى هذا هذا يقلل من هذا وهذا يزيد من هذا فتبدأ الحالة تتشكل إذن الإطار النظري عبارة عن نموذج زهني يعني وخارطة بتبين كيفية تغنين العلاقات التي تربط بين عدة عوامل اللي نحن نعرفها وفي النهاية اللي هي حسب ما يراه الباحث أنه هذه العوامل هي التي أدت أو تسببت في هذه المشكلة يعني دي الجزئية المهمة جدا وأغلب الناس بيعملوها مثلا بيربطوا بتكون هي ذات عندها إطار كونسبشول وبيستخدموا الروز اللي هي الأسهم عشان نقدر يفهمه العوامل التي تؤدي مثلا إلى ارتفاع نسبة الغياب ثلاثة أربعة خمسة حسب ما يتعملت كفرينج شفت ولاحظت أو حسب ما قرأت وطلعت فبتلت تعمل لاش نوداء نموذج أو إطار مفروض إحنا نقطيه ونفهمه طيب إذن هذا الإطار يشكل الأساس الذي يبنى عليه البحث ولكن مهمته طبعا ما بيزيد على توصيفه وتحديد شبكة العلاقات فقط يعني ما فيه تفصيلات كثيرة إنما أنت من تشوفه أو ننظر ليه وبيبضيح ليه بالضبط يعني المشكلة شنو والأسباب الرئيسية شنو والعلاقات شكلها كيف فده المقصود طيب برضو من المفاهيم المهمة جدا اللي هي جزء منها في الإطار النظر اللي بتصار ليك اللي هي المتغيرات اللي هي طبعا فيه مجموعة من المتغيرات وأي دراسة علمية أساسا بيتدني على متغيرات ففيه بيكون متغيرين أو مجموعة متغيرات تؤثر في المتغير واحد هنجي نفصل ونعرف من مقصود بالمتغير وما هي أنواع المتغيرات ونأخذ أمثلة على هذه الأشياء طيب المتغير هو أي شيء يمكن أن تكون له قيم مختلفة يعني نحن بنجي ننزل بعدين أو ندخل في البرنامج الـ SPSS بيكون عنده value عنده قيم فمثلا الإنتاج والرواتب فبتدخل مثلا متغلاتك كله الرواتب كانت كذا الإنتاج الرواتب كانت كذا فهي مندخلك متغيرات متتالية عشان نجي نعرف هل الرواتب لما تتغير الإنتاج بتغير ما حاقدر أفتي فيها وعرفها كباحث إلا إذا دخلتها كغيم عرفتها في الـ SPSS ودخلت غيم الإنتاج وإفترض منه عشر سنوات وجد عملت شنوه بعد ذاك الدراس الأناليسيس التحليل الليتر هنتكلم عنه بالتفصيل فمثلا وحدات الإنتاج معدل الغياب الحوافز مستوى الرضا مستويات إصابات العمل مستويات مثلا التأخر عن العمل نسب مرفوضات أو مردودات المبيعات نسب الوحدات المعيبة اللي هي بتكون تنتج مية وحدة لكن المعيب منا مثلا خمسة في المية طبعا عنده علاقة برضو بالتوتال كواليتي مانجمينت أو دارة الجودة الشاملة فهنت لو بتنظم أو بتطبق أنظمة الجودة الشاملة على سبيل المثال بنقدر نتحكم تحكمات زي ما اليابانيين عندهما السيكسي سيجمال اللي هي في تايوتا فمسلا في كل ألف وحدة يعني بهم بيضعوا إنه تزعمية تزعمية وتزعين بوينت خمسة وتزعين يعني ده احتمال ضعيف جدا إنه يكون في منتج يطلع ويرجع لأنه فيه مشكلة سيئة أو فيه إشكالية على الرغم إنه في الواقع العمل إحنا قلنا الكلام ده ما موجود بدليل يمكن في بعض الشركات حتى تايوتا اللي هي تبنت الجودة الشاملة عندها ريكولينج اللي هو استدعاء يعني شركة تايوتا شركة نيسان جنرال موتورز الشركات اللي الألمانية اللي هي مارسيدس كلها عملت في سنة من السنوات حتى شركات الاتصالات اللي هي السامسونج استدعت اللي هي الاستدعاء معناته شنو؟ معناته فيه وحدات وانتجت ووزعت ووصلت الزباين لكن ثبت إنه فيها شنو؟ فيها معيب والمعيب طالما أنت ما اكتشفت معناته النظام بتاع الجودة فيه إشكالية ما زي ما ينته بتقول اللي هي بين كلها ألف ألف حتى قبل فترة بسيطة جدا اللي هي السامسونج في الآخر الأجهزة الطرحات برضو واجهت نفس المشكلة احتمال فعدلت أو بيّنت أو استدعت تغريبا أشان تعدل طيب المتغيرات مصنفة اللي هي مجموعة من المتغيرات كثيرة ناخد اللي هي المتغير التابع اللي هو يسموه dependent variables تابع من اسمه طبعا من الاسم المتغير المستغل والمتغير الوسيط والمتغير المعترض من الاسم يعني تفثر بمعنى أنه إذا كان فيه متغيرين واحد مستغل والتاني التابع معنات التحكم الزيادة والنقصان في المستغل تؤثر مباشرة في شنون لأنه يعتمد عليه تسموه dependent variables فإحنا بندرسها لأن هذه مهمة جداً لما تجد تصمم أي دراسة لابد أنك تحدد هذه المتغيرات فمثلاً إذا إحنا مثلاً مثلنا اللي هو definition أو تعريف المتغير التابع هو أهم متغير يوصف بهذه الصفة والباحث دائماً بيهتم لما بيحدده من أول مرة لأنه ده بشرح الكيفية التي تسير بها الأمور أو تتغير بها الأشياء وبالتالي بمكنني أنه أتنبأ مثلاً الإنتاج المبيعات والإعلان الإعلان والمبيعات فمثلاً في ميزانية إعلان كانت في سنوات خمسة سنوات بالمبالغ دي أدخلتها وفي مبيعات حصلت الخمسة سنوات بهذه الأشياء فبقي بقول هو الإعلان ده مستغل والمبيعات هي تابعة يعني مثلاً إذا وصلت للنتيجة أنه كل ما أنا زدت ميزانية المبيعات أو ميزانية الإعلان كل ما زادت المبيعات فده يؤثر في المستقبل بتتنبأ التنبؤ أنه إذا مثلاً زدت نسبة الإعلان بعشر في المئة بيجيك يعني عندك غدر من التنبؤ الفوركاستنج أنه مفروض المبيعات تزد بها نسبة كذا حسب ما أنت درست وحسب ما توصلت إليه في نتائج سنواتي فمثلاً مبيعات أحد المنتجات ليست بالكمية التي كانت توقع مدير إدارة التسويق أمثل المتغيرات التابعة درجة الولاء في المنظمة منخفضة على سبيل المثال متغير لكننا عايزين نقيس ونفهم مستوى داع البرامج الدعائية فما عايزين نعرفها إلا عن طريق أنها تكون هي متغيرات تابعة وحنأخذ عليها أمثلة ليتر طيب المتغير المستغير هو المتغير له الذي لديه تأثير إجابة أو سلبي على المتغير التابع فمسلاً زي ما ذكرت الإعلان والمبيعات فيعني أن التغير في المتغير التابع المتغير الآخر يفسر بالتغير في المتغير المستغل التي هي ميزانية الادعاية والإعلان فمسلاً المتغير المستغل يجب أن يغضع للرغابة من طرف الباحث لأن المستغل بإنتهب تأخذ عليه موافقات وبتأخذ عليه أمروفاً من مجلس الإدارة أنك عايز تزيد نسبة ميزانية الإعلام من كذا إلى كذا بنسبة 5% فإذا لك المبررات شنو وتجد فيه معطردين على هذا الأشياء فإنت لو بينت بالبحث العلمي أنه مثلا زيادة ظهرت أو عملنا دراسة وليقين أنه مثلا زيادة في ميزانية الإعلام بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة في نسبة المبيعات بنسبة كذا أو عمل خصومات بنسبة طبعا ده كله البيزنس إنت الآن لما تشوف سلوكيات بتقول النازل بيخسروا بتقول لا هما ما في خسارة هما كل شي يغضع للحساب إلا إذا كان اللي هما الشركات والجهات المعندة قدر على البحث فمثلا تعمل خصم ممكن تعمل خصم من 1% وكله توتلو اللي هو في الشهر ما بسا وليك 50 ألف ريال لكن مبيعاتك تزيد بين نسبة كذا فده المقصود فبتجد أن الفرق بين الاتنين ده يكون ربح بالنسبة لك أنت وليست خسارة فالمتغير المستغل يجب أن يغضع للرغابة وبسموه control من طرف الباحث حتى يمكن التأكد من دراسته وفهم السلوكياته والتأثير فيه في المستقبل طيب مثال مثلا نقول لنجاح على سبيل المثال تنمية المنتجات الجديدة اللي هي الـ product development عندك منتجات جديدة عايزة تطلعها أو تطلع منتجات جديدة هذا يؤثر على أزعار أسهم الشركة في البورصة فإذا تكلمنا عن يعني كل ما زاد المنتجات الجديدة التي تم تنميتها كل ما أسهم الأزعار بتاعت الأسهم في البورصة أو في أسواق الأسهم بتزيد فنجح نقول مثلا الجزء الأول اللي هو المنتجات الجديدة هي متغير مستقل والمتغير التابع اللي هو بيتأثر بناء على هذه الـ decisions اللي عندك على control هو زعار أسهم الشركات مثال تالي أشارة البحوث التي تتم في بيئات ثقافية متعددة إلى أن للغيم التي يعتقدها المديرين أو المدراء تأثير قوي على مقدار المسافة التي يفرضها المديرين على علاقاتهم بالمرغوسين أثناء التعامل معهم فنجح نقول مثلا القيم الإدارية اللي هي أساسا جزء من سياسات الشركة وجزء من سياسات الإدارة وجزء من القيم الخاصة بالمؤسسة عندها تأثير على التفاوت كل ما كانت هذه القيم يعني قيم مفهومة وقيم بناء وكذا بتقرب المسافة بين شنو بين المرؤوس والرئيس وكل ما كانت هي ما في قيم وقيم يعني سياغتها نفسها فيها إشكاليات كل ما زادت شنو اللي هو بين الطرفين اللي هم الرئيس والمرؤوس فدي من باب الأمثلة حتى إحنا مثلا في سياغتنا عشان تفهموا يعني يعني ممكن نزل الأزيلة دائما بتكون مثلا إذا ممكن نزالك في أزيلة مغالية احنا ما عندنا نزيلة مغالية لكن مثلا عرف المتغير التابع المتغير المستغل كده لكن احنا في التضييق لأنه عندنا الأزيلة ثلاثة أنواع في أزيلة ساهلة جدا واللي بتكون ما عليك إلا تعريف اللي هو يجيك تعريف وهو شنو دي ما فيها مشكلة في أزيلة وسط يعني بتكون في الليفل بتاع المتوسط اللي هي خلطة بين زي مثلا يقول لك عند المغارنة بين مفهوم المتغير المستغل والمتغير التابع لنلاحظ أن المتغير المستغل هذه محتاجة شنو فهم تفهمها الجزء الثالث اللي هو دائما برضو من التصميم اللي بيحصل في الأزيلة اللي هو التطبيق فنقول مثلا في قامت إحدى الشركات السعودية بإجراء دراسة علمية بعنوان يعني من العنوان المطلوب منك زي المثال دا تحدد المتغير المستغل هو شنو والمتغير التابع هو شنو وبالتالي تكون تطبيقيا فاهم وليست حافظ الحفظ مرحلة لور أدنى مستوى وفي مرحلة بتاعة الكوننكت تربط الحاجات مع بعض على البعض وفي النهاية برضو أعلى المستويات اللي هي بتتعامل مع الجزء الخاص بالإدراك طيب أو التطبيق مثلا مثال ثالث اللي هو يؤدي التدريب الجيد للعاملين لتحسين مستوى الآداء لديهم فبنقول التدريب الجيد للعاملين اللي هي الترينيك بروغرامس كلها متغيرات مستقلة ومتغير مستقل ومستوى آداء العاملين هو متغير تابع فمثلا إذا عندك الداتا عملت أكسل شيت جيت نزلتها عدد البرامج التدريبية في السنة كذا كان مثلا سنة 1436 كان خمسة برامج وصنفتنا كلها جيدة سنة 1437 كان كذا عملت داتا أو ميزانية أخذت الميزانية مثلا أنفقت على التدريب الجيد في سنة 1436 مبلغ كذا في سنة 1437 مبلغ كذا نزلتها في الأكسل وجيت نزلت آداء الانتاجية بتاعتها سنة 1436 كانت كم وسنة 1437 كانت كم لسنوات وكلها مشت في الـ SPSS اللي هو البرنامج للتحليل الإحصائي شان نشوف العلاقة شنو شكلها شنو هل فعلا التدريب الجيد زاد الإنتاج ولا ما زاده أثر فيه ولا ما أثر فيه لأنه ده احنا افترضنا افترضه وعملنا اشياء لكن عايزين نعرف الكيس حقا احنا في الشركة فبنصل بعد ذاك لمدى التأثير اللي هو العلاقة بين المتغير المستقل و المتغير الثابت فيه متغير آخر اللي هو المتغير الوسيط وده بفسر او بيشرح العلاقة بين المتغيرات التابعة و المستقلة يعني ربما يكون زي ما انت بتقول مثلا يؤدي تدريب الجيد للعاملين لتحسين مستوى العاداء لديهم ممكن نقول يؤدي تدريب الجيد للعاملين خاصة اللي هم العمال الجدد على سبيل المثال لتحسين المستوى معناته أنا وم محتاج ليكون للعاملين وليست التدريب الجيد زيادة الانتاج لكل العاملين لكن فيه متغير صغير دخل في النص عشان يوضح له هم المقصودين هم الموظفين الجدد والعمال الجدد باعتبار منه عشان نفسر ويشرح هذه العلاقة فهو متغير يعرف لانه متغير شرطي متغير له تأثير غير شرطي او غير متوقع على علاقة المتغير التابعة بين المستقل لكن لا نشترط ذلك وبالتالي ظهوره ربما يصفر طبعا يؤدي لتعديل العلاقة المتوقعة في اصل عشان كده لو انت صغط عنوان الدراسة بوجود متغيرين ظاهرين ما بتكون فيه مشكلة زي العنوان الاصل دا لكن لو عملتها معجدة اللي هي دخلت فيها دائما الدراسات بيكون فيها متوسط او وسيط معانت فيها شوي لانا كنت محتاجة اول حاجة تثبيت انه في علاقة بين المتغير اللي هو المستغير والوسيط وبعد ذلك تجد تشوف تأثير الوسيط على شنون على التابع وننظر للاشياء بمفهوم علاقات طيب مثال اللي هو منقول تم اكتشاف علاقة بين توفر ادلة الاستخدام اللي هي الكتيبات اللي بتوزع للناس اللي بيشتروا الاجهزة الكهربائية والاجهزة فبيدوك دليل في بعض الشركات ما عندها ادلة ففي على سبيل المثال علاقة بين توفر ادلة الاستخدام مع المنتجات التي تصنع احد الشركات وبين رفض المنتجات عندنا مشكلة بتاعة اللي هي ذكرتها الريجيكشن او المنتجات المرتجعات فمثلا نفترض انه في اكتشفوا انه اذا الكستمر بياخد المنتج وفيه دليل بيمشي يستخدمه ويطبقه وما حيرجع للشركة لو ما معه دليل ما حيرجع في شغله وحيرجعه فلو جينا نتكلم عن العلاقات دي بنجد مثلا توفر الادلة لعناها هي متغيرة مستغل وعدد المنتجات المرفوضة او المرتجعة يسمى متغير تابع ظهر المتغير الوسيط اللي هو اهتمام العامل لوسيرة استخدام دليل التشغيل اللي هو الجزئية الخاصة بادلة الاستخدام يعني معنات إذا شركة عايز تعمل دراسة فيها المتغيرات مستغلة ومتغيرات تابعة ومتغير ووسيط من الصياغة نفسها اللي هي صياغة العنوان الدراسة بتبين لك لك بتكون فاهم في تفسيرك للدراسة هتجد بعدين تعمل تستنج للأشياء وتجد توضيح بالرز بالأسهم اللي هي بتكون ظاهرة أنه توفر أدلة الاستخدام يؤثر على عدد المنتجات المرفوضة باستصحاب متغير مهم جدا اللي هو اهتمام العامل أو وسيرة استخدام أدلة التشغيل مثال آخر اللي هو بالشعة الآن نظرية أن قوة العمل المتنوعة اللي هي الـ والتنوع في العمل معناها الـ ثقافيا تساهم أكثر في الارتغاء بفاعلية من الزمان دراسات كثيرة أثبت هذا الكلام لأن كل جماعة من الجماعات ستجلب مع خبراتها وثقافاتها وغيامها إلى مكان العمل وبالتالي الاستفادة منها إذا توفرت لدى المديرين القدرة على الاستفادة من هذا التنوع طبعا إحنا واحدة من التحديات إنك كيف تدير هذا التنوع إدارة التنوع نفسه محتاجة لنوع من المعرفة وكذا شان تستفيد منه ممكن يكون عندك تنوع لكن ما تم إدارته بالطريقة الصهيرة ضمى موضوع الموضوع بتاعنا إنه عايزين نحدد المتغير المستقل وهو قوة العمل المتنوعة كل ما زاد مثلا كان التنوع عندك كان عشر في المية بيقى عشرين في المية بيقى ستين في المية كنسب مثلا وفي نفس الوقت عندك الانتاجية أو الربحية بتاعتك كانت كذا 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 شان نشوف هل هذا عنده علاقة بالربح وعنده علاقة بالانتاج وعنده اللي هي فاعلية المنظمة فالمتغير الوسيط اللي هو حسب العنوان اللي هي المهارات الإدارية يحنا قلنا شنون باستفادة لازم يكون فيه كيف نستفيد اللي هي المهارة الإدارية طالما انت ما عندك المدراء اللي هم عندهم مهارة إدارية يستفيدوا من هذا التنوع معناته بتتكلم عن علاقات مباشرة بين المتغير المستغل ومتغير تابع إذا ذكرت في العنوان كلام زادة بالاستفادة وينها إذا توفرت لدى المديرين القدرة على الاستفادة من هذا التنوع معناته انت محتاج تعرف المديرين تعمل عندك الأول مهلاتهم أشياءهم كده الخبرات بتاعاتهم تراكمية وكده عشان تربط تعرف وتفسر العلاقة بطريقة تكون طريقة سليمة وإحنا دائما بقول لك الدراسات اللي بتكون فيها المتغيرات الوسيطة هي دائما هي الأضعب على الباحث في عملية الأناليسيس و بتكون فيها متغيرين دائما بتكون شنو سهلة في عملية التحليل في قلنا مجموعة من التداقلات المحتملة التي تقع بين المتغير المستغل والمتغير والمتغيرات الوسيطة يعني نجي نفهم برضو العلاقة بين قوة العمل المتنوعة و شنو الريليشنشيب بتربط بمهارات المدرة ممكن يكون كل ما كان المدرة عندهم مهارات دارية عالية كل ما كان عندهم القدرة على جذب عمالة ذات تنوع وبالتالي تؤدي إلى زيادة الفاعلية الخاصة بالمنظمات ونفس الشيء وجود موظفين أو مدراء عندهم مهارة إدارية عالية يؤدي إلى زيادة فاعلية المنظمة فالموضوع بري كومبيليكيتيد معقد يعني تشارحه وتقعد تحلله بتاخد المتغير مستغل مع المتغير الوسيط والمتغير الوسيط مع المتغير التابع والمتغير المستغل مع المتغير التابع عشان تفهم هذه العلاقات اللي هي بهذه الطريقة زي ما موين في الأسهم بتاعتها طيب المتغير المعترض وهو المتغير الذي يصهر وده بصهر لنا فجأة كده يصهر في الوقت الذي يبدأ فيه المتغير المستغل في التأثير على المتغير التابع ربما يصهر في خلال الدراسة فبنقول في بعد زمني زمني للمتغيرات المعترض تصهر بعض فترة المعترض يعطارد تفسير العلاقة وانت بتجي بتتكلم عن تنوع في القوة العمل وعندك مهارات دارية لدى المدرع وعندك فعالية المنظمة فبتصهر لك مثلا الخبرات اللي هي تتكلم وسط شنو اللي هي المهارات الإدارية هل وسط أفرع النساء ولا أفرع الرجال الأفرع اللي بتدير النساء ولا الأفرع اللي بتدير الرجال أو الأفرع اللي بتديروها ناس بسموه سعودين ولا غير سعودين وبتصهر لك شنو الأشياء شان تفهمتان بطريقة أكثر تعقيد فبنسميه معطرد يكون نتيجة لعمل المتغير المستقل ويساعد في التفسير العلاقة والأثر ده المتغير المثال اللي هو على سبيل المثال في الكلام اللي هنقول اللي هو التنوع في غنوات توزيع المنتجات بتوزع عن طريق الأسباق التجزية بتوزع عن طريق البقالات بتوزع عن طريق سيارات متحركة بتوزع عن طريق معارض بتوزع عن طريق جهات بتدعينات في الجامعات وفي المدارس وكذا ده من شأنه أنه مساهم في دعم ولا الزبائن فنجي نفهم التنوع في غنوات التوزيع مستغيل وواضح ولا الزبائن متغير تابع ما فيه مشكلة لما نجي نقول ضمان المنتج للزبون بصورة مستمرة فديه فيها إشكاليات لأنه انت محتاج تعريفها مثلا ربما في شهر من الأشهر فعلا فيه لكن بدت تتغير فيه فترة من فترات لا أسباب وبدت تاني الزيد فنجي نسميه متغير معطرد ربما يصحر في أوقات وبالتالي يعزز فهم الدراسة فنجي نقول برضو بشأن نفهمها وجود المنافذ التوزيعية هي متغيرات مستغلة ظاهرة ما فيه إشكال ولا الزبائن هو متغير تابع وظاهر ما فيه مشكلة عندنا متغير وسيط مستغل اللي هي على سبيل المثال لو تكلمنا عن المعطرد طبعا هو ضمان المنتج بصفة مستمرة لكن فيه مثلا الخبرة التسويجية المكافآت مستويات الخبرة مستويات التعلم مستويات المؤهرة الخاص بال بالأشخاص البمارس وهذه العمل التوزيعي والطرويجي فذي كلها تعتبر شذو من الأشياء التي تعترض تفسير أو مفروض نفهمها لأنها يعني اعترضت سير هذه العلاقة طيب عندنا نقول بعد ما نفهم المشكلة ونجمع الداتا والبيانات ونبدأ مبدئيا في فهم وشرح هذه البيانات الأوليب نمشي عشان ننمي الإطار طبعا نسفهمنا الجزء الخاص بمتغيرات الإطار النظري للمشكلة مهم جدا برضو يتم تحديده وتصميمه تنمية الإطار النظري وده مهم أهم ما فيه إنك ترجع لحاجة اسمها الدراسات السابقة اللي هي مهمة لأنك حتى بتوثقها كمراجع لأنه إذا كان الموضوع تم مناغشته من قبل آخرين يعني في باحثين سابقوك في هذا المجال بيسهل عليك أشياء كثيرة جدا فمثلا الدراسات اللي هي السابقة بتمكن هو الباحث في أنه ياخد تصور أدبي أو نظري عن المشكلة وتنمية اللي هي الفروض التي تم تنميتها والعلاقات الخاصة بين المتغيرات الدراسة يعني لو رجعت إلى بحثة واحد تستطيع أنك توضع الأشياء كلها في ذهنك زي ما ذكرت نظريا فالنموذج هو تنمية الإطار النظري يساعد في إضاحة العلاقات بين المتغيرات وكذلك شرحة نظرية التي تدعم هذه العلاقات وبنقول أنه شرحة المتغيرة التابعة المتغير المستقيل وإمكانية وجود المتغيرات الوسيطة كلها بتصهر لك في شنو في الإطار اللي تحت ترسمه وتجهزه طيب في خصائص مهمة جدا برضو من الأشياء المفروض نعرف الخصائص الخمسة للإطار النظري الجيد وأولى هذه الخصائص تحديده تسمية المتغيرات لازم أي متغير مستقيل متغير التالع وتحدده أنه هذا مستقيل وهذا تابع مناغشة العلاقات المهمة للمتغيرات ببعضها البعض وتوضيحها تحديد طبيعة العلاقة الإيجابية أو سلبية بعض الباحثين بيضعوا مع الأسهم مثلا بين قوسين سالب موجب يعني هذا متغير مستقل وهذا متغير تابع لكن المتغير ده بيزيد تأثيره إيجابي وهذا سلبي وهذا إيجابي دي برضو مهمة جدا أن يكون هناك شرح ناريشا شوية يعني واضح لأسباب توقع هذه المشكلات أن ينبغي أن يكون هناك رسم توضيح للإطار النظري يعني لو ما رسمتم بيّنتوا بالأسهم برضو بتكون الموضوع فيه غموض غموض ما عايزين نكون غامضين الجزية مهمة جدا هي تنمية الإفتراضات والفروض التي تفترضها بناء على غراءاتك ودراساتك السابقة وفهمك للمشكلة الفروض هي علاقة بمتغيرين أو أكثر ويتكون دائما مصاقة بطريقة يمكن قياسها مثلا نقول زيادة الإعلان تؤدي إلى زيادة كده أو زيادة أو مزيد من الخصم لدى الزباين يؤدي إلى زيادة أنه بيعاد بنسبة أعلى من نسبة الخصم إفتراض وبالتالي هي تخمين ومحتاج أشان تجيب عليها وتثبيتها تقوم بمجموعة من الخطوات طيب شروطة لابد أنها تكون شنو قابل للاختبار يمكن اختبارها بسيطة مكتوبة بطريقة سهلة جدا مفهومة منطقية بس زيادة رواتب الموظفين تؤدي إلى زيادة درجة الولاء ممكن ممكن يس ممكن نو ممكن محتاجة لاختبار فإحنا لابد أن تكون هي تم صياغتها يمكن قياسها يمكن فهمها وتكون هي منطقية طيب مثلا إذا حصل الطيار على تدريب كافي الطيارين وكذا لمواجهة حالات الازدحام الجوي فإن مخارفات تعليمات الأمن الجوي سنخفض فرضية غابلة للاختبار إحصائيا وده حناخده برضو في التفصيل في المحاضرات الغادمة الباحثون في العلوم الإدارية بيفترضوا أو بيقولوا أنه الفرض يقبل إذا تحقق بالصدفة في 95% من الحالات يعني نسبة الرفض أو الخطة تكون 5% اللي دائما النسب الثقة في البحوث المفروض تجرى أو يتيم إجراء طيب أشكال الفروض عندنا الجملة الشرطية يعني تكون هي إذا إذا الجملة الشرطية دائما بتكون هي مربوطة بجملة شرط مثلا إذا أنجز العاملون مهامه فإنهم سيحصلون على مكافآتهم ده شرط أو الفروض الاتجاهية اللي بيلك الاتجاهات اللي مثلا بتشير للعلاقة سلبي أو إيجابي أو أكبر أو أغلى مثلا نقول كل ما زاد مستوى الضغوط الوظيفية كل ما غلى فدي اتجاهية يعني زيادة كده يؤدي إلى تقليل كده وزيادة كده يؤدي إلى زيادة كده أيضا تشير إلى نوع اللي هو ما يعرف بالفروغ غير الاتجاهية اللي هي بتوضح العلاقة أو الفرق بين طبيعة العلاقات هناك علاقة بين عمر العامل ومستمهاراته الوظيفية فدي برضو محتاجة كل ما زاد واللي كل ما نغص واللي نجي نعرفه لأنها غير اتجاهية طيب فروض النفي وفروض الإثبات الفرض البديل اللي هو يعتبر هو تعبير لغوي عن عدم وجود علاقة اللي هو الصفري يعني مثلا أنت قلت زيادة المرتبات تؤدي لزيادة درجة الولاعة الوظيفة ده فرض إثبات أو فرض النفي بتقول أنه مثلا مع عدم زيادة الرواتب لا تؤدي إلى كده فلهو الأول بيكون قيمته معروفة والثاني بيصل لشنه فرق الصفر أي أن الارتباط بين المتغيرين يساوي صفر الفرض البديل عكس الفرض النفي تعكسه بحيث يشير إلى وجود العلاقة بين المتغيرين يعني إذا أكبر أو أصغر يؤدي إلى زيادة أكبر أو أصغر فبالتالي بنقول رفض فرض النفي يعني إمكانية غبول كل الفروض البديلة ده بديهي يعني كذلك يجيب إختبار الإحصائي المناسب ده جزئية خاصة بالSPSS لما تجيب تشتغيل لأنه ما كل الدراسات بنطبق فيها نفس البرامج أو التحليل العشوائيا لا كل شيء عنده علاقة بتحليل محدد حسب ما موجوده حتى في الSPSS بتختار التحليل المناسب ده تقريبا كل الذي أريد أن أبينه في هذه المحاضرة وأراكم إن شاء الله في المحاضرة الغادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى